إبراهيمين منيسي مشاهدي ومتابعي قناة الأهل في كل مكان هنا من معسكر إقامة فريق النادي الأهل بمدينة الجونة استعداد للقاء المرتقب من فريق نادي الزمالك لكن في هذه اللحظات يسعيدني أن يكون معي الكابتن سائر بالحفيز مدير الكرة للحديث عن هذه المباراة والاستعداد الجدي كابتن سايد طبعا ظروف حكمت المباراة تكون في الجونة لكن قلاص المباراة على وشك خلال 48 ساعة طميني الاستعداد بشكل جيد بالنسبة للفريق منذ طبعا قدمته هنا لمدينة الغرداء ثم انتقال داخلي طبعا الجونة يعني بسم الله الرحيم طبعا أقول للآخر ممكن طبعا هي حالة غريبة شوية أن أنت بتلعب مباراة زي مباراة الزمالك برقه هنا في مدينة الجونة بشكرهم بالتأكيد وتحديدا مسؤولي النادي الجونة وحاجة أحمد الصحيفي على كل التعاون سواء لنا أو لنادي الزمالك يعني لكن في النهاية الرجل عامل مجهود كويس جدا وعمل مجهود يستوجب الشكر يعني بتأكيد انت كفائق كورة بتبقى حاول انت تتوفر حاجات معينة للجول رياضي أو الجول الكوروي يعني بتبقى فريقة الكورة لها محصفات معينة سواء كان المعسكر أو التدريب الخاص بالفريق يعني يا رب ان شاء الرحمن تبقى مبارا جيدة ومبارا كويسة طبعا ظروفها وأحداثها وإقامتها كانت غريبة شوية مع على الفرقتين بالتأكيد في النهار رمضان وفي الصيام لكن الحل بقى واقع يعني أو الأمر بقى واقع يعني فهتتعمل معاه ويا رب بإذن الله يبقى التوفيق حالفنا ونقدر نحقق النتيجة كويسة بالسنة بداية كانت تفكير جيد أن تعملوا المطعم هنا الاجتماعات خاصة هنا حاولين طبعا الإقامة بناء اللاعبين بحيث أن يبقى فيه تركيز كامل بالنسبة للجهاز الفاني واللعبين موجودين في مكان مغلق كتركيز لهذه المباراة يعني زي ما والتراكيحنا بنحاول نوفر حاجات معينة بتبقى خاصة بالفريق فريق كرة القدم لو أنت بأسرتك أو مع صحابك ما عندناش مشكلة أبدا أنت تستمتع بوقتك لكن فريق الكرة بيبقى لها حاجات معينة الإقامة الأوض الأريبة من بعض لو فيه أعداء ولا حاجة بيبقى فيها نوع من الهدوء ما بيبقاش فيها اختلاط كبير أو فيها زحمة شوية يعني اللايب يا زي ما أنت شايف كده لحبة تقعد لحبة تشرب حاجة هنا في المكان هنا ولا حاجة بيبقى جو مناسب يعني زي ما قلت لك الحمد لله ربعين موفقين لحد الوقت لا أتمنى يا رب أننا نحقق نتيجة كويسة تبقى في بداية مشورنا لأفريقيا بإذن الله كل العناصر مكتملة والاجتماعي الفن بكرا إن شاء الله بإذن الله حتى بطاقة أحمد فتحي ومحمد أبوتريكا وصلت النهاردة الحمد لله تأيده وقلاص بعت اسمه في القيمة الأفريقية نعم إن شاء الله بالنسبة لعمر جمال وأحمد نبيل منجا وكان فيه كلام نعي من أشاف يكون القيد النهاردة محلي كمان آه يعني فيه تلاتة موجودين يعني بقى الأمر عند كابت المحمد يوسف يعني هو هيختار ممكن يختار قبل المباراة ممكن يختار يأجل شوية القيد الأفريقي نتعرف إنه لسه ممتد لحد يوم 5-8 يعني لكن الأمر ده لا لحد اللحظة اللي بكلمك فيها لا لكن الأمر مطروك عند كابت المحمد يوسف القيمة المحليات بعتت النهاردة فعلا؟ آه بعتت النهاردة اللي هي الأولية ولا فيه كمان الجدد عشان مسألة القيد الأفريقي؟ لا فيها الأولية اللي هي خاصة بالناسب مقايدة في الموسم الأخير يعني لكن الممتد اللي منتهي عقدهم والمعارين كمان طلبت تحد القرى المرضي إنه هي تكون في القيمة التانية آه والجداد كل ده القيمة التانية بإذن الله لكن انت عشان عشان عندك قيد أفريقي فاضطريت بالنسبة للجدد تبعت أسامهم دولات ده اللي استثنى بالنسبة لأهل والزمالك زي أبو تريكا وحمد فتحي لكن بالنسبة للعابين اللي صادين من تحت السن لسه الأمور لسه مفتوحة لقليل الأعمى القادمة تحت السن مين؟ زي مثلا أحمد نبيل منجا عمر جمال أي من أشرف دولة صعادو لا لازم كل دول يكونوا موجودين في القيمة العديمة من دول موجودين من السنة الفاتتة أنا بكلم على انتهي عقدهم أمسال أبو تريكا وائل جمعة شريف عبد الفضيل آه سيد معاوض آه كل دول لازم يبقى قيمة تانية مش قيمة أقولها لو سألتك بالنسبة طبعا للاجتماع الفني آه الاجتماع الفني هيبقى إن شاء الله بقر بإذن الله تحدد مكان وفين التوقيت السعكام آه أبرز الطلبات بالتأكيد بقى بالنسبة للاتشارتات وصول الفرقتين بالنسبة للملعب المورا آه عدد اللاعبين عدك كل الأمور دي من الجمهور بيبقى عالي زيارة في الكواليس في حاجة طبعا يعني خلاص بقى متعرف عليها عدد اللاعب اللي عدك أو عدد اللاكزة الفني اللي عدك هي بتبقى سبع ووو والاحتياط سبع أفراد والاحتياط اللي هما سبع لعيب يعني فالعدد كل بيبقى 14 لكن اللي كتمع الفني الخاص باللبس ما أعتقدش أنه هيبقى فيه تغيير يعني ما أعتقدش أنه هيبقى فيها تغيير كلها تبقى بكرة مثلاً لها تبقى الأهلي أحمر فأحمر فأحمر يعني لأن دا موبرات نادي الزمال لكن في النهاية كلها مطرقة للغد ومرأي باللقاء ومنسق اللقاء وطقم التحكيم كلها تبقى الأمور نهاية بكرة بإذن لساعة ثلاثة تعليك بقى على المكان الجو درجة الحرارة ملعب المورا الهواء كل الأمور دي رأيك فيها النار دا كانت نسيت صعوبة في اللقاء يعني دايماً أحداث بتخلي في مباراة لها لها طابع خاص مباراة القمة دايماً كان بتبقى في أطر كل الناس عرفها في كتير جداً من مصريين ما عرفوش دولتين في مباراة أهل وزمالك يعني رغم أنها في مباراة أفريقية أو مشاركة أفريقية وفرقتين بحجمه وقيمته ومكانته واسمه لأهل وزمالك لكن الأحداث السياسية أعتقدنا غلبة على الأمر في مصر يا ربي بقى في ليلة مباركة زي اللي احنا فيها دي يا ربي يكون الدعوة فيها مستجابة والأمر ستستقر في مصر كبلد يعني يا ربي بإذن الله بإذن الله بإذن الله تعالى تبقى اللي جايه يبقى أفضل كتير من اللي فات بإذن الله لكن زي ما قلت لك يا عليا وعليه الظروف صعبة والدنيا مش ياللي كنا نحلم بيها ونتمناها كنتمناها في مباراة السيد القاهرة الجمهورين الموجودين الدنيا ماشى بشكل كويس جدا العالم كله الأفريقي والعربي يكون بيتفرج عليها لكن هو ده المتاح في الوقت إلى حال يعني مانا يا ربي أنها تكون صورة برضو إلى حد كبير يتلقى بالأتنين فيما يخص الهوى طبعا انت شفت نهاردة التدريب عامل الزيت هوى جديد جدا ولو تأثيره ولو أهمية وأعتقد أنه ممكن كمان يبقى عمل فرأة من الفرأتين يعني أتمنى ربك وفرأتين ذي الله إن شاء الرحمن عزيزي براي